مدينة الخصوص زي ما سايبر محافظ اتكلم هي مدينة نشأت بالكامل على اراضي زرعية بدون اي تخطيط بدأت بقارية صغيرة وعلى امتداد الوقت ابتدت تتحول الى حجم هائل من الكتلة الخرصانية اللي حضراتكم شايفينها لو حالكم بس يعني نشوف الصورة عاملة ازاي احنا بنتكلم على غابة من الكتلة العمرانية الخرصانية اللي اتبنت وحالكم شايفين الشوارع حتى العمرات بارتفعات هائلة على بعض الشوارع مفيش هنا شوارع على الاخص احنا لو بنبص ونقف بس لو سمحتوا بالصورة هنجد ان عرض الشوارع هنا اللي موجودة لو احنا ممكن نطلق عليها انها شوارع لا تتجاوز التلاتة او اربعة متر هذه الشوارع النهاردة يعني نقدر نتخيل احنا كدولة النهاردة مطلوب مننا ان احنا نتدخل لصالح المواطنين اللي موجودين في هذه الاراضي والمناطق عشان نوفر لهم الخدمات الرئيسية بتاعتهم اللي هي على الاقل هو بيقول انا عايز مية عايز صرف صحي عايز كهرباء عايز غاز طبيعي يدخل للمنازل علشان اقدر ان انا اعيش ويبقى عندي ادنى مستويات المعيشة اللي موجودة حضراتكم عشان نفكر بهذا الشكل نتخيل مدى التعقيد الشديد عشان نتعامل مع هذه الاشكالية